السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الاثنين واحد ايار مايو طبعا القمر اليوم موجود بالعذراء هذا اليوم يغلب عليه طابع السعد يعني سعودة الحركة الفلكية بتأثر بشكل ايجابي رغم موجود كثير من الزوايا السلبية والمخاطر والتحذيرات الا انه بغلب على الطبيعة ما بين منازل ما بين كواكب ما بين بعض الزوايا اللي اعطت الطاقة الايجابية لهذا اليوم طبعا زي ما حكينا القمر بالعذراء معناته بدنا ناخذ توقعاتنا على انه بالعذراء طيلت اليوم في ساعة المساء المتأخرة في خلوه مسار جدول خلوه المسار صار موجود في صندوق الوصف اللي اخلوه المسار الكامل لشهر ايار مايو خمسة ايار مايو اللي حابب يطلع ليه او اللي بيستفيدوا منه بينتظروا كل شهر خلينا نروح على توقعاتنا اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا القمر مستقر زي ما حكينا في البيت اللي له علاقة بالصحة والو علاقة بالعمل اليوم رح تهتموا بعمالكم اكثر رح يصير في نوع من انواع الاهتمام بالصحة ممكن قلق من وضع صحي او حتى اهتمام بامور العلاقة بادوية مراجعة طبيب جراء بعض الفحصات ولكن اليوم التركيز على مكان العمل ممكن تحقق انجازات او يصير في تواصل ما بينك وبين احد زملائك او احد اشخاص انت بتعمل معهم الاجواء جيدة على مستوى العمل ويا بتبدأ بعمل جديد يا بتنجز بعض الاعمال وتاخد مستحقاتك عليها اهم اشي تتفقد البنود واحذر انه اموالك ما تكون اذا اليك اموال ما تدعمها باوراق عشان تقدر انك تحصلها اهم نقطة انه تنتبهوا لانه عندكو عمل كثير ما تهمدوا صحتكم برج الثورة بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ عنكم لا ماليا ولا معنويا الاجواء تقريبا بنحكي فيها نوع من انواع الايجابية او الطاقة الممتازة للتقارب العاطفي ممكن تهتم بابنائك ممكن تهتم بالترفيه في التجميل بالاحبة زي ما حكينا ما تبالغ بس بحضوضك يعني ما تعتمد كثير على الحضوض خلال هذا اليوم في بعض الامور اللي الها علاقة بالنجدة او الحلول المالية اللي ممكن تجيه خلال هذا اليوم ايضا طاقتك وحيويتك ممتازة جدا في عندك كثير من المكاسب وايضا عندك كثير من الاخبار اللي ممكن توصلك اللي تساعدك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بيظل التركيز الو علاقة بالبيت والعائلة اليوم الانجازات احسن الاجواء جيدة على مستوى البيت والعائلة صحيح فيها بعض المشاحنات او الاحداث اللي يعني ممكن تستفزك ولكن دك تضبط اعصابك عشان تمشي الامور اليوم في مناسبة او لقاء او حدث عائلي او خبر مفرح خلال هذا اليوم في منكو رح يهتم بموضوع الاعلاقة بالبيت بالديكور بتصلحات ترميمات مناسبة عزيمة اللي هي احداث روتينية ولكن متكو تحذروا من الاعطال المنزلية وبعض كو رح يقلق بشأن صحة احد افراد العائلة اهم شي انو الاجواء فيها بعض الاشياء المهمة اللي من خلالها ممكن يكون في مصالحة او في تواصل جيد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتنشطوه في امور الها علاقة بالتنقلات والاتصالات والسفاريات والحوارات والنقاشات والقمر في البيت الثالث يعني طاقة عالية جدا خلال هذا اليوم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لا اجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع الاخوي مع الجيران وبتكثر التنقلات وحركة التواصل قدرة على الاقناع عالية جدا تقدر تقنع اي شخص بوجهة نظرك هذا اليوم ممتاز لعقد المؤتمرات او القيام برحلة او يعني ممكن هيك شوي يكون لك بعض المطالب ولكن حاول انك تطلبها بعقلانية بدون اعتماد اسلوب فض اللي ينفر الاشخاص منك ويبتعد عن التحديات الاجواء ممتازة جدا ولكن بدك تتمالك امرين عصبيتك وتهورك اثناء القيادة بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا هنا القمر رح يكون في بيت المال ايضا اليوم فبيفتح فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل اضافي مع هيك بدكوا تكونوا حذرين من النفقات وحاولوا تمتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تناقشوا موضوع مالي اهم ايجينكم ما تتسرعوا في اي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبدروا امالكم كونوا عاقلين متعيقظين قبل التوقيع على اي عقد وحددوا اهدافكم الاجواء جيدة فممكن تحصلوا على بعض المكاسب او الدعم المالي خلال هذا اليوم او تحلوا مسألة كانت من ارقيدكم تتعلق في الوضع المالي الاجواء جيدة على هذا المستوى او ممكن تهتموا ببعض الفواتير ولكن ابعدوا عن المصريف وبتعدوا عن النصابين والمحتالين برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا ثقتكم بانفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة ادعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم بإمكانك انك تحسم امورك وتقرر على اي شيء جديد بتفرح لانفراج لتسوية لتطور امر ما وبتلفت نظر الاخرين بافكارك اللي رح تكون خلاقة وبتلفت انتباه الطرف الاخر وعندك سرعة بديهة ممتازة جدا وممكن تنهي بعض المفاوضات لمصلحتك الاجواء اجمالا رح تكون مميزة جدا واليوم رح يكون خفيف على الاعصاب ولكن ما تخلي حد يستفزك برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان طبعا هذا اليوم بيتطلب منكم برضو عدم التسرع والانتباه اكثر وبشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في انجاز ما لديكم من عمل متراكم بتعيشوا في دوامة من الكآبة او الاحباط وتعتبر هاي فترة فيها ارهاق فيها ضعف ابتعدوا عن الاجواء الصاخبة لماكن المكتظة ابحثوا عن الهدوء والسكينة اهم اشي انه زي ما حكينا ما تخلي الوسواس يسيطر عليك وبرضو ما تخلي حد يستفزك وابعد عن المشاكل وما تتخذ قرارات حاسمة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم اشخاص اليوم ممكن يحققوا امني بمساعدة صديق ومنكم اشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة طبعا هذا اليوم بيتطلب منكم خوط تجربة اجتماعية جديدة ومهمة وتتاح لك الفرصة في الى غربلة ومعرفة الصديق من العدو حاول انك تظهر انفتاح اكثر واهتمام اكثر بعلاقاتك الاجتماعية لك انه كل مكاسبك من معارفك عشان هيك حاول قدر الامكان انك اذا بحاجة لشيء استعين بمعارفك واصدقائك لانهم اللي راح يدعموك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هذا اليوم يعتبر يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على انجازاتكم القائمة من كان في مكان العمل او بعلاقاتكم الاجتماعية او مع المسؤولين اليوم ممكن تتلقى عرض او تجد نفسك في موقع مهم اهمش انك تكون عند حسن الظن لا عصبية لا انفعال لا تسرع وحاول انك تقلل من الكلام عشان ما يتسجل عليك هذا الشيء اول اشي هذا بيت السمعة بدك تحافظ على سمعتك لانه اي خلل ممكن يشوه السمعة بالفترة هاي انت لازم تبعد عنه تماما بدك تتجنب الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وانتبه من الحوادث هاي اهم نقاط برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة ايضا اليوم نشاط عالي جدا بكل المجالات اللي ذكرناها بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب احبائكم معكم بتفرحوا لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح بتشتد عزيمتكم ممكن تقوموا بخطوة مباركة او تتلقى اشارة ايجابية وتعتبر هاي فترة مناسبة لالتقاط انفاسك بعد الايام اللي عصفت فيك الااجواء ممتازة يعني الحركة راح تكون لصالحك اهم شي انك تتحرك بكل الاتجاهات ولكن بدك تنتبه اثناء تحركاتك من التسرع وقيادتك للسيارة وعصبيتك ايضا الا انه باقي الامور كلها ايجابية ان شاء الله برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة حاول انك تطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرارك بتنشغل بمسائل مالية وهموم الها علاقة يا بالصحة يا بالعائلة باستطاعتك بحث موضوع بيتعلق بقرض تمويل سداد فواتير مطالبة بحقوق لا اليك مطالبة بميراث مثلا ولكن بدون عصبية اهم شي انك ما تهمل التفاصيل الدقيقة وبرضو انتبه من المحتالين في هذا اليوم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل او العاطفة ولكن بدكوا تضبطوا اعصابكم اثناء تعاملكم مع الازواج او شركاء العاطفة او حتى شركاكم بالعمل الاجواء جيدة لاتخاذ خطوات مشتركة او للاتفاق على خطى قادمة او للتعاون لانجاز عمل ما ولكن عصبية لا عندك تحذر من توجيه اي كلام جارح او نابي او بغير محل لأيا كان لانك انت الحلقة الاضع في القمر مقابلك تماما فممكن تواجه خصم شرس وتشتد المنافسة بينكم اهم مش انك ما تخالف القانون عشان ما تصير برضو انت مدان هيك طبعا في النهاية بحب اذكركم اللي ما حط اللايك والدسلايك والكبسات هاي اللي تحت ينزل كبس عليهم اللي ما بده الله يسهل عليه واللي يطنش يطنش واللي بدي يحط دسلايك يروح يحط دسلايك واللي بدي يسبي يروح يسبي واللي بدي يلغي اشتراك والله يسهل عليه واللي بدي يشترك يا مية اهلة وسهلة فيه كيف حالك وش أخبرك إن شاء الله بخير الله يرضى عليكم ولا تنسونا من صالح دعاكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء